قلق أمامي فحسب من موجة نزوح متوقعة من مدينة الحديدة كبرى مدن اليمن على ساحل البحر الأحمر ذلك ما عبر عنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دو جاريك على خلفية التقدم العسكرية الذي تحرزه القوات الحكومية بدعم من التحالف باتجاه مدينة وميناء الحديدة دو جاريك أكد أن المنظمة الدولية بدأت عبر موظفيها في وضع خطط للطوارئ بهدف التعامل مع التصعيد المحتمل في المعارك فيما يقوم هؤلاء الموظفون بتكثيف عمليات إيصال المواد الإغاثية على حد قوله المراقبون لفتوا إلى أن هذا الانخفاض في مستوى الاهتمام الأممي القلق إزاء التحركات العسكرية التي تبدو أكثر جدية هذه المرة لاستعادة الحديدة يشير إلى أن الخطوط الحمراء التي سبق وأن وضعها المجتمع الدولي على تحركات عسكرية كهذه قد رفعت الآن من هذا الميناء تمر غالبية الواردات اليمنية من المواد الغذائية والسلع الأساسية والمساعدات الإغاثية الموجهة إلى ملايين السكان ومعظمهم يقطنوا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في منطقة الطائف الواقعة جنوب مدينة الحديدة توقفت القوات الحكومية بانتظار تحرك فور تلقيها الأوامر فيما ينصرف جزء من هذه القوات لتأمين المناطق المحيطة بخط الساحل حيث لا تزال قوات الحوثيين تتمركز في معظم المدن والتجمعات الرئيسية الواقعة شرق الخط الساحلي وفي الأثناء تشهد مدينة الحديدة انتشارا عسكريا كبيرا لمسلح لميليشيا الحوثي تحسبا لمواجهات وشيكة مع القوات الحكومية حيث تشير المصادر الميدانية إلى أن الميليشيا أقامت عشرات الحواجز الأمنية وبدأت بحملة تفتيش واسعة طالت المركبات وسيارات المدنيين في حين انتشرت العشرات من ناقلات الجند التابعة للميليشيا في شوارع المدينة وتوزع مسلحوها في المنافذ الرئيسية وفي نقاط متباعدة استعداد لأي هجوم محتمل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن داغر دعا من جهته أهالي محافظة الحديدة إلى رص الصفوف والتكاتف لمواجهة الميليشيا الحوثية التي تفقد قواها كل يوم مؤكدا أن تحرير ميناء الحديدة سيساهم في تأمين الملاحة الدولية وحفظ الأمن في المياه الدولية اشتركوا في القناة